هنتكلم عن تطبيق تقدر تقصت منه بدون فوائد من اول 18 سنة وكمان من غير ما يكون عندك لمرتب ولا شغل ولا كريدت كارد كل المطلوب منك رقم موبايلك واني يكون معاك كارت من اي بنك مكتوب علي فيزا او ماستر كارد معاكم احمد يشام من قناتكم بنك نوت تابعونا عشان تعرفوا اهلا بيكم مرة تانية تطبيق تابي هتقدر من خلاله تقصت من اكتر من مكان على 4 شهر وبدون فوائد الاماكن دي مثلا زي تريد لاين ونون كل المطلوب منك ان انت تنزل التطبيق وهتلاقي اللينك بتاعه موجود في اول كومنت عندي وفي الديسكريبشن تحت وده طبعا بعد ما تكمل الحلقة وتفهم كل حاجة بعد ما تنزل التطبيق من اللينك اللي انا سيبولك تحت وتعمل اول عملية مشتريات هتاخد 100 جنيه داي وانت كمان ممكن تعمل لينك ليك من على التطبيق وتبعته لصحابه ولما ينزلوا التطبيق ويعملوا عملية مشتريات انت هتاخد 100 جنيه وهما كمان هياخدوا 100 جنيه يعني جمعية ودائرة المهم بعد ما هتنزل التطبيق هتسجل برقم موبايلك ولازم سنك يكون اكتر من 18 سنة هتلاقي محلات وبرندات كتير انت بقى اختر الاماكن اللي فيها تقسيط على 4 شهر زي نون و تريد لاين او الاماكن اللي بيكون فيها كاش باك عالي بعد كده هتدخل نون مثلا وتختار السلعة اللي انت عايزة وتختار طريقة الدفع تابي ولازم ساعتها اول قصة يكون موجود في الكارت اللي انت هتدفع بيه وبعد كده التطبيق هتطلب منك ان انت تصور بطاقتك وش وداء والتطبيق هتطلع عليك رقم البطاقة بتاعتك اوتوماتيك كل اللي عليك ان انت ترجع عني اياه صح ولا لا وبعد كده هتدخل بيانات الكارت اللي انت تدفع به وهو هيخصم منه اول قصة اوتوماتيك وهيجي لك رسالة من البنك ان يتخصم اول قصة وكمان هيجي لك رسالة من تابي ومن نون وساعتها استنى بقى الحاجة توصل لك ممكن بقى لو معاك كريدت كارت تستعمله ده هيكون احسن لك بكتير عشان كده اول قصة هيتخصم منك بعد اكتر من شهر فانت كده قصدت الحاجة على اكتر من خمس شهور وكمان مش هيجمد لك المبلغ اللي موجود في الكريدت زي ما بتشتري حاجة بالتأسيط مباشر من الكريدت وكمان هتكون دامن ان هو يخصم القصة كل شهر في معاده من الكريدت كارت عشان التأخير بيكون عليه غرامة يعني لو تأخرت يوم واحد بس عن معاد القصة بتاعك هتدفع غرامة 50 جنيه ولو تأخرت اسبوعين عن معاد القصة بتاعك هتدفع غرامة 100 جنيه وكمان مش هتعرف تشتري اي حاجة تاني من التطبيق غير لما تسدد كل المستحقات اللي عليك فحاول ما تشتريش حاجة غير وانت ضامن ان انت تقدر تدفع القصة بتاعك في معاده ولو معاك فلوس القصة قبل المعاد ممكن تدفعها من التطبيق عشان تدفدى ان انت ممكن تتأخر التطبيق مفيش في حد اكثر للمبلغ اللي ممكن تقصته بس هو مش هسمح لك بمبلغ كبير او في الاول بس كل ما هتشتري منه وتسدد في معادك هيكون مسموح لك المرة اللي بعدها ان انت تشتري بمبلغ اكبر حمل التطبيق من اللينك اللي موجود تحت وما تنساش تبعط الفيديو لصحابك اللي مش عارفين يشتروا حاجة بالتقصية وطبع ما تنساش اللايك وشكرا لكم جدا